رجعنا لكم تاني مشاهدينا وبرحب بالدفتي اللي بنورانا في الستوديو الأستاذة رضوة فتحي استشاري أسري وسلوكي عشان نعرف منها إزاي نستعد الرمضان ماديا ومعنويا ألو مارك إيه؟ عملا إيه حبيبت الحمد لله حبيبت وحشلينا والله دايما كده بنورانا فيه حكا أنت حبيبتي أبني خليك بصي أنا بتخانق بقالي فترة ها؟ ما صابعتش بصقويا يعني من بداية الحلقة كده وأنا عملها ستات حبايبنا حبايب قلبي يروحي بس المراتي جاي عليهم شوية اللي هو إيه خلي بالكوا بقى يعني حرام الرجالة مرتبها يروح فين فين؟ ما أنا لما يجيلي جوزي في لسة رمضان يجيله جلطة الراجل يروح فيها يا عبد الرمضان أدخل رمضان أرمالة أنا ولا عمي ليه؟ يعني بنصحهم لعله وعشان بصلحتهم أوه الراجل ضغطه يعلى سكره يعلى ما تلاقيش الراجل في البيت في 3 دقائق طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف نستعد ازاي بقى؟ يعني ماديا ونفسيا تبتدي الأول بالفلوس ولا بالمعنويات؟ نبتدي ماديا نبتدي ماديا نبتدي ماديا الأول طيب طبعا كل أسرة بيهمها تعرف إيه الميزانية اللي هتعملها لرمضان يعني الميزانية دي بتبقى حملة قيل جدا على رب الأسرة إنه هو حاسس إنه هو داخل على أزمة كبيرة جدا في رمضان مشتريات وعظومات وحاجات كتير قوي فأول حاجة أنا لازم أقسم الميزانية بتاعتي لتلاتة حاجة خاصة بيه المشتريات الأساسية أو الحاجات اللي أنا لازم أنزل أشتريها زي هشتري قد كده لحمة هشتري قد كده فراخ رز حاجات الأساسية اللي أنا هشتريها وجزء تاني أنا هسميه الجزء الخاص به العزومات أنا عاملة برجت أو عاملة ميزانية معينة للعزومات قد كده مش هعديها عشان أبقى فهمة أنا ميزانيتي رايحة فين وجاية منين وفي جزء تالت بقى أنا هسيبه ده على الجنب هنسميه الصداقات أو الزكاة أو الحاجات اللي هنطلحها الزيادات في كل بيت طب بص هو الدكتور رافض في بداية الحلقة قال لنا نعمل ظرف كل أسبوع رائح ماشي أربعة ظرف والظرف الخامس ده اللي هو للطوارئ طب دلوقتي أنت بتقوليه دلوقتي أبتدي أحط الأساسيات الحاجات الأساسية والحاجات المهمة هل كل ظرف في أساسياته بتاعت الأسبوع ولا أنت ليكي وجهة نظر تانية خالص أنا ليه وجهة نظر تانية ولا حاجة هو كلامه صح جدا هو عادة إحنا بنقسم أي فلوس مفوت جلنا بنقسمها لثلاث حاجات أساسيات والأساسيات دي ممكن يشمل فيها العزومات وجزء تاني خاص بالصداقات أو بالهدايا أو الهبات وممكن نعمل جزء خاص بالاحتياطي اللي هو الجزء الاحتياطي ده اللي هنشيره على جنب إن كيس إحنا الزناء أنا أو حاجة يعني الاحتياطي ده إحنا عندنا كمصرين ما بيحصلش وما بنشوفوش أصل يعني حتة الاحتياطي وحتة الطوارئ كمان ما بنشوفوش بل أنا لو أنا عادخل رمضان من غير ما أنا حطى ميزانية للعزومات أو ميزانية للمشتريات الموضوع هيفتح مني ده وفي ناس بتطلع من رمضان ما ديونة نتيجة إنها استلفت علشان تعمل عزومة وأخد الدين ودخلت في جمعية علشان تقضي بس مصاري في رمضان لأ ويستلف ويبوز ميزانية كلها عشان يعمل عزومة لمعرفش مين في رمضان طب إيه؟ فأنا كده المعنى دي بقى مش الأساسية خالص دي بقى العشوائية اللي أنا بتكلم عليها دي العشوائية اللي أنت بتقولي عليها لكن إحنا لازم نبقى عشان كده لازم نقسم في رمضان بالذات هنحط الجوزي اسمه العزومات علشان أنا أبقى عارفة أنا ابني عايز يعزم صحابه وجوزي عايز يعزم صحابه وعندنا عزومة أهلنا وعزومة صحابنا المشتركين فهتلاقي الموضوع هيفتح منك وفيه في النص عزومة أنت ما كنتش وغدا بالك منها عايزة تردينها والله الراجل طيلوبة وحنين وغلبان لو على الراجل أنت بتقولي إيه إيه يا صحاب الراجل لو على الراجل هيفتر في مائدة الرحمان لجنب البيت المنكتر الليستة اللي بتدخل عليه دي هم تهلين دي هو ليه؟ ليه بتحملي فيها كده؟ تقوله مامتك ما أنا هعزم حماتي وأجيب إخواء يا ستي متعزمين وبعدين أمي هتاكل عشرة جواز فراخ على حمام على بط أمي هتاكل دي عدها السكر يعني جلها في نوعية العزومات وأنا المفروض أحط إيه على مائدة العزومة أو يعني إتيكيت العزومة نفسه ده ليه إتيكيت وليه تفاصيل هحط إيه والأكل إيه خليني أخلص الأول الجزء المعنوي بقى اللي هو كانت جزء تاني من السؤال مادياً ومعنوياً لا إحنا هنوقف عند مادياً لسه مادياً؟ لا نوقف عند مادياً للأول حرام يعني أنا النهار ده جاي دفع الرجالة والله طيب يبقى مادياً بنتكلم على الأساسيات وبنتكلم على الأولويات وبنتكلم على الحاجات العشوائية اللي فينا اللي بتخلينا نصر الفلوس كتير جداً ملهاش أي تلاتة لازم دي حقيقة وأنا بعمل زيكم وجاية النهار ده إن أنا هبطل العادة السيئة دي إن إحنا نصرف ببعزقة وعشوائية نروح للشارع ونشوف رأيه ونرجع بقى نتكلم في الحتة المعنوية الجميلة دي بس هنقفل المادية الأول يلا بينا والله الناس كلها بتنزل أسواق في فترة دي لأن احتياجاتها في شهر رمضان الكريم انتعرف كل أسرة لو كل أسرة مثلا فيها تنين أو تلاتة أو أربعة على حسب العدد اللي موجود فيه بيبدو يستعدوا بينزلوا ويجهزوا كل حاجة يعني من أكل وشرب وزيت وسكر الصرف بيزيت في مصر اعتقد ان احنا عندنا بسبب ان احنا عادات عادات نحن نجيب حاجات كتير ممكن نكونش لها لازمة كمان وخصوانا في رمضان يعني نجيب الحاجات دي كتير والله دي عادة من زمان صراحة لكن احب ما هو نفس الأكل وهما نفس الوجبتين اللي بناكلهم يعني دي عادة الشعب المصري شعب كريم فطبعا بيتوقع ان حد حيجيله في رمضان ولكده فبيحاول يجهز نفسه والأمهات المصريين أمهات بيوت فبيحبوا يعني يبقى عندها الرز وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا هو احنا كشعب مصري اتعودنا ان لما بنفرح قوي بناكل كتير يعني لو تاخد بالك الأفراح والحاجات المناسبات السعيدة اللي عنده حد بينجع حد مش عارف ايه تبقى فيها استيلاك أكل كتير فطبعا كل اخواتنا المسلمين واحنا معاهم بنفرح برمضان كل سنة وكل الناس طيبين فطبيعا ان ده يبقى الاتيتيود أو ده الطبيعة بتاعت الشعب المصري تجيب الحاجات اللي هي بيجيبها اي أسرة في رمضان اللي هو يا مش رمضان والبلح والحاجات دي ولهو بتجيب طبعا مخزونة الخضار والفراخ واللحوم الناس بتعزم كل يوم اللي بيبقى معزومة عند مامته وحمايته والكلام ده بس هي دي الفكرة لكن أنا بعتبره كأكل زي بقية الشهور عادي والله مش تحت شرط الأعزمات يعني انت منك صايمة فلازم بتجيب حاجة تأكلها كويسة يعني أكل كويس لحمة في رياح الكلام ده العزمات رقم واحد تمام اتنين بيبقى داخل عليك العيد ماشي فبرضه بتضطر ان انت بتجهز لبس العيد للأولاد أو الكلام ده فبتتجمع مصاريف كلها مع بعضها ماشي فده بس بيحسس الواحد بالمصاريف أكتر في شهر المضاء يعني هو مش كل الاستلزامات بنجيبها يعني الحاجات الأساسية ممكن زي البلح تمام اللي هي السهلكها يومي ممكن مثلا زي عين الجمل شهره مفضل طبعا وحضرتك بتصرف فيه يعني وكده وحلويات طبعا وأكله وكيد والله ما استغفت حاجة والله ما استعدت بأي حاجة خالص لأنه هو هواه يوم بيوم المفروض كل سنة وانتو طيبين يعني هو مش شهر الأكل هو شهر عبادة وانا حاليا لسه ما جبتش بس هنزل أجيبه إن شاء الله عشان الأهل والأسرة وكده والله اي الحاجة هي اللي بتصرف الحاجة زوجتي هي اللي بتصرف فيه حاجات زي مثلا أمر الدين والحاجة دي اللي أنا وحبهاش أصلا في بعطقتنا هي ملاش لازم في رمضان بنأكل واجبة واحدة المفروض في الفطار وفي الصخور يعني المفروض الناس تشتكي أكتر في الأيام العادية يعني بيبقى فيه فطار وغدا وعشا إحنا في رمضان بنأكل هي واجبتين للفطار والصخور ياميش رمضان والله بيقعد في التلاجة للسنة الجاية وبينجيب كمية صغيرة وبيقعد في السنة الجاية ياميش رمضان والكلام ده كل أنا ما باستخدمه شي يعني تطبلح طمر كأسوبيا حاجات دي كده عادي لكن حاجات التنادي لا بصراحة أنا بالنسبة لي ما باستخدمه مش بننزل فيه عن الأسواق بالله ما يقول طب أجيبها وأحطها لي ولو حاجة بازت يبقى هضر يبقى اسمه إيه وبعدين يعلمونا أهليه نحن الناس الكبار التدبير عليه نص المعيش تعرف المشكلة إن أنا يعني إيه الناس متعودة علي إن أنا ما بتكلمش كلام متزوق يعني أنا بتكلم زي زي كل الستات مش عشان أنا مزيعة فأكيد أنا ما بنزلش بالوراء والقلم وأعمل الحاجات اللي بقولها بس لا أنا بنتكلم في الصح لازم نقول للناس الصح تعملوا إيه الصح فأنا معاكم السنة دي لأن أنا بعترف أهو أنا إيمان مختار بعترف إن أنا عشوائية زيكم كنت السنين اللي فاتت كلها أنا حقيقة بفتح التلاجة عندي بلاي حاجات من السنين اللي فاتت رمضان كم أمر الدين وكم مكسرات لأن أنا ما بعملش حلويات كتير وبرضو دي نقطة الست اللي ما بتعملش حلويات أصلا في البيت بتشتريهم ليه بتشتريهم ليه يعني بتشتري كم المكسرات دي ليه يعني مجدة حقيقية زي ما أنتي قلت أنت حقيقية قوي يا إيمان لأنه فعلا أنت لفت نظري إحنا كل واحد فينا بفتح التلاجة هيلاقي أراسية ومش مشية من بتوع السنة اللي فاتت وكيس فيه جزهن من بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت وجزهن دي اللي أنا ما باكلوش باشتريه ليه أنا ما باكلوش الجزهن ولا الزبيب أنا بازل أشتريه عشان لازم دي أشتريه في رمضان عشان فيه كلمة لازم إحنا لو شلنا من حياتنا إيمان كلمة لازم حاجات كتير جدا هتفرق أنا لازم أشتري طب ليه أراسية أنت ما بتكليش أراسية بس أنا لازم أشتري أراسية علشان لما يجي النظيف لازم يلاقي أراسية فإحنا لو شلنا كلمة لازم من حياتنا حاجات كتير جدا هتتحل خلينا نقول مش لازم يعني إحنا دولاتي هما سكين مش لازم إيه بقى يلا نقوله مع بعض مش لازم مش لازم ان انا اشتري كل حاجة بتاعت الشهر كله في اول يوم وعمل تحدث اديني الحاجات البهاريزي انا احب التفاصيل التفاصيل انا امان بموت في التفاصيل يعني مش لازم يا هنم تشتري جوز هند وانتي ما بتحبوش ولا حد من العالك بيحبو مش لازم انزل اشتري الحاجات كلها اول رمضان ممكن انزل اشتري يوم 10 رمضان ويوم 5 رمضان والحاجات ما هي متوفرة في السوق ايه tighter مش لازم اشتري كل حاجة في بداية رمضان مش لازم في عزومة أول يوم يبقى فيه في الترابيزة مش لازم مش لازم يبقى فيه بط وجنب البط فراخ وجنب الفراخ فيه حمام وديكروم مش لازم الحاجات دي كلها ممكن بسهولة جدا إن أنا أسأل الشخص اللي أنا عزيمة بتحب تاكل إيه ميولك إيه تفضيلاتك إيه لحمة ولا فراخ لإن أنا ممكن أعمل عزومة رهيبة سمك وسلم وي 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 وفي الآخر هو ما بيأكلش سلم وأنا مكلفاها تكلفة رهيبة وهو ما بيأكلش يبقى مش لازم في جزئية مش لازم مش لازم إن أنا حط كل أصناف الأكل في أول يوم في رمضان على الترابيزة وحلوة الحتة دي يا ردوة إن أنا أكلم الديوف اللي جاين لي طبعا إنت بتحب حبيبي إيه ابني حتى أي حبيب تحب إيه يعمل لك فراخ ولا بط طب خلص فراخ حتى الأم بتبقى عارفة وبيحب أني جزء في الفراخ يعني السدر ولا الرجلين يعني فهمها إزاي فأنا هبقى عاملالو جزئية اللي هو بيحبها اللي بيأكلها يعني فيه ناس ممكن تسيب الفرخة كله وتأكل حتة صغيرة ده حقيقا طيب يبقى مش لازم نحط كل الأكل وكل الأصناف على الترابيزة مش لازم كمية الحلويات اللي بتتجاب بعد الفطار ودي مهم يبقى مليون كذا صنية كنافة وكذا صنية بسبوسة وشوية جلاش وحاجات رهيبة وتنوعات رهيبة مش لازم الأعزومة اللي أنا أخلصها يبقى الأكل خلاص يبقى ده ما ينفعناش ويترامع مع الفكرة ممكن حلة الرز اللي أنا عملتها أنا ممكن أشيل جزء من الرز في الفريزر حطيه في كيس وشيله في الفريزر حينفعك الأسبوع الجاي في العزومة اللي بعدها طيب مش لازم نرمي الأكل طيب مش لازم مش لازم مش لازم عايز أقول كمان مش لازم نروح السوبر ماركت الكبير اللي صاحبتي جاي معايا نازلين خروج عشان نجيب حاجات رمضان فالمول بلاها المول ليه المول حبيبة قلبي إيمو ليه المول طبعا فيه منافس بيع هي قدامكم وده طبعا إحنا بنحاول أهو في برنامجنا نوفر لكم كل المعلومات اللي تهموكم دي منافس البيع التابعة للدولة اللي أسعارها حنينة علينا أسعارها مش قريب جدا المنتج بيكون جودته وبعدين الجودة هي زي بيتون رضوة جودته في منتج يعني قريبة جدا جايبين لكوا أحسن لحمة أحسن فراخ أحسن يميش من كل منافس بقى إيه الأصلية زي ما أنتوا شايفين أهو دي المنافس للدولة كمان يعني وقفة جنب الشعب اللي هو هدية الأسعار كده عشان ما يبقى في متناول الجميع ما يبقاش في حاجة غالية أوفر مش عارفين يجيبها والله عايز أقولك ومعمولة كمان في كل الأماكن نزلوا بصوا بس يعني نعمل مجهود ونتعب يعني الدولة شغالة طاقة فوق طاقتها وجهد فوق جهدها عشان توفر أهو بس كيس الرز ومعرفش اليميش بكام والفراخ بكام واللحمة بكام يعني بلاها المول وبعدين كمان الميزة نهية عربيات متنقلة يعني في كل مكان في كل منطقة سكنية هتلاقوا العربيات دي موجودة انتو لو دخلتوا العربيات دي أصلا مش هتروحوا أي مول ولا تروحوا تصرفوا يعني اللي هتصرفوا هنا لو هتصرف هنا ألف جنيه بره بقى في السوبر ماركت كبير والمولات تصرف لك خمس ست ألاف جنيه عارفة أكبر مش لازم مفروض نحطها إيه مش لازم نكسل إحنا بنكسل إحنا ممكن نتصل بالسوبر ماركت بالتليفون فبنكسل إن إحنا ننزل نبص ونشوف مش عايزين نتعب نفسنا التعب ده لمقابل إن إنت في روزك بتتصرف أسرع وبتدين أكتر لكن أنا لو تعبت نفسي بس وبصيت على المنافذ البيع للدولة عمليها هلاقي نفسي جبت زي ما أنت قلت حاجات أقل بجودة كويسة جدا أهي منافذ بيع في كل مكان فيك يا مصر يعني الله يا جماعة والله بشكر فريق العمل يعني بصوا إحنا معينا هو كل الفيديوهات وكل منافذ البيع التابعة للدولة عايز أقول إن ساعات أنا والله أنا سنة اللي فاتت خدت قرارات كتيرة هتطبقها السنة دي حقيقة والله يا جماعة تعالوا نطبقها السنة دي تعالوا نبقى نصحين بقى خلاص الدنيا بقت غالية قوي خلينا نفكر بنصاحة هي في مبدأ دلوقتي بيصود العالم اسمه Think Smart يعني فكر بزكاء أو استخدم مواردك بزكاء على فكر ألف جنيه اللي أنا ممكن أصرفها عشان أنا قاعدة في البيت ومكسلة أروح فهتصل بالسوبر ماركت أشتري حقتي كلها فأنا هدفع فرق ألف جنيه من أنا لو نزلت شوية الأسواء أو المنافذ اللي الدولة عاملاها في المقابل الألف جنيه دي أنا ممكن أعمل بيها عزومة كاملة يعني أنا هوفر الألف جنيه أنا مش بقول للشخص وفرها وما تصرفهاش اصرفها في المكان الصح فهي دي مهمة قوي أن احنا Think Smart أو نفكر بزكاء معنويا بقى أدخل إزاي بقى معنويات هدية كده وهدي المشاكل في البيت بسي أول حاجة معنويا أنا لازم أقعد قبل دخلة رمضان مع أسرتي اللي في البيت مين بقى اللي عايش معي في البيت جوزي ولادي مامتي حماتي والسوئيبر مين اللي عايش معي أنا لازم أحط هدف وإحنا داخلين رمضان إيه الهدف بتاعنا رمضان فرصة عظيمة يا إيمان أننا نغير العادات السيئة من أكتر الشهور اللي تنفع نغير فيها عادات السيئة رمضان ليه لأنه هو بيستعيدنا على التنظيم لأنه هو الشهر الوحيد اللي فيه حاجة اسمها Time Management أنت بتسحي في وقت معين بتتصحري في وقت معين بتفطري في وقت معين كله بيتجمع في الحاجات دي الدنيا كلها مقفولة ففيه فرصة أن أنا أزود عاداتي الصحية فأنا لازم أقعد كل واحد مع نفسه كده يقعد هو إيه الحاجة إيه النية اللي حياتتها في رمضان هو عايز يغير عصبية عايز يغير الغد يطبق ده في رمضان وكمان كل واحد وهو بيفكر يغير عادة لازم يبقى عنده حاجتين حاجة اسمها رقيب داخلي ورقيب خارجي فرقيب داخلي اللي هو أنا أنا عارفة إيه العادة اللي عندي وحشة وأنا عارفة هي بتطلع إمتى بس هطلب من أسرة الكبيرة دي هطلب شخص واحد بس يبقى عينه معي مركز معي الفة نظري لو العادة دي ظهرت الفة نظري لو أنا مش واخد بيلي هو شخص واحد بس يجري أركز معي اللي هو زي 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 ما بقى وقف مثلا بنتي تقول لي تا 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 مامي انت داخل على انفجار تزد تا 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 دي مهم جدا ده هيساعد إن أنا أتخلص من العادات السلبية كمان حاجة مهم قوي الناس اللي بتفتكر إن أنا من حقي إن أنا أغضب أصلا أنا ما بشرب ستجاير في رمضان فأنا لا استحملوني أنا ما شربت ستجاير ما استحملوا يا ما شربتش النسكة فيه بتاعي استحملوني أنا أنا صايم وابتاع مش طايق نفسي مش طايق نفسي فدي كلها على فكرة هي ملاش علاقة بالصوم هي لها علاقة بإن أنت قدرتك على التحكم في غضبك فإنت لو أنت مش عافت تتحكم في غضبك إنت اللي عندك مشكلة ملاش علاقة بالشهر فلا تنسبها للشهر فدي فرصة إن أنت تعالج مشكلة الغضب وإن كنازم كل شخص يبقى عارف إن مشاعره دي حقه حس بالغضب بالحزن بالزعل حس بكل حاجة لكن طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا دي اللي مش من حقنا إحنا محتاجين نعبر عن مشاعرنا بطريقة إيجابية استوب أنا حاس أنها دلوقتي متضايق أنا حاس أنها زعلان أنا حصل معي مشكلة أنا حاس أن أنا جعان فمش قدر يركز فسيبوني شوية أهدى كده وارجيلكو تاني فدي أول حاجة حاجة تانية محتاجين إن إحنا نتفق على مواعيد معينة هنعط فيها مثلا غير طبعا الفطار والسخور عادة الأسرة تتلمى على مسلسل معين مثلا تلاقيهم كلهم بيتابعوا مسلسل يفضل إن إحنا الفترة دي نبعت عن السوشيال ميديا ليه يا إيمان؟ علشان السوشيال ميديا أكتر حاجة بتعمل مشاكل في رمضان إن إحنا حد بيدافع عن قضية مسلسل معين متبنيها حد تاني بيتخانق ومش عاكبوا المسلسل ده فبتلاقي بقى مشاكل وبلوك بيحصل إنت إزاي شايفة إنه البطلة دي عملت كذا 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 ده صح وأنا إزاي شايفة إن ده حق هتبدأ مشاكل وقضايا؟ لا أنا شايفة إن السوشيال ميديا في رمضان ده أنا هسيب جوزي بالتليفون براحته خالص خلاص كله محجب بقى وكله متدين بقى قاعد يا حبيبي حتري في رمضان دي أكثر وقت أنا متطمينة إن هو قاعد على السوشيال ميديا ده بالعاد؟ وبيصلي وربنا حديك ده أنا عايزة يقعد معايا مش يقعد على السوشيال ميديا ده أنا قاعدة قاعدتي 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 على دي يعني هو طبعا أغلبية الرجال عندنا حبايب قلبنا طبعا بيبقوا صايمين بقى فعلا ومبطل تدخين وبيبقى متنرفز لكن العيب الأكتر بيجي على الست اللي هو أنا إزاي بقى استحمل أي حاجة جايلي من بعيد كده أي مشكلة كده لو هو عصبي لو هو كده هل أتغاضي خالص واسكت ولا أجيب جوزي كده قبل رمضان وقوله خلينا نتعامل بقى بواحد اتنين ثلاث انت شايفة إيه؟ لأنا شايفة اللي انت قلتي الحل التاني إن أنا هجيبه قبلها وقوله لو أنت في حاجة من ده أقولي بس ما تنفجرش يعني دايما الراجل بينفجر إمتى لما بيكون محوش وستة إيه إحنا بنحوش يعني بنفوت 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 بس إحنا حقيقة خطت الأمر إحنا مش بنفوت إحنا بنحوش جوانا إحنا دايحنا طيبين خالص وإحنا ينين لا بنشل ولا بنحوش بجد يا إيمين ولا بكتب عندي وقالت فاكر السنة اللي فاتت في المصي في مواعد عدت قدامك على البعض شوفتي؟ بشكرك جدا يا رجل الله أنا بحب عادتك جدا ويعني كل سنة وانت طيبة يا رب ورمضان سعيد عليك ورمضان كريم عليك يعني لو عايز عرف ميزانية بيت عندك هتعملي فيها إيه سنة دي بشكر جدا ضغت المنورة الأستاذة ردوة وان شاء الله يعني ردوة فتح استشاري الأسري والسلوكي وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية شوك عليك يا رجل اشتركوا في القناة